للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الخبير في تقنية المعلومات أيمن عيتاني صبح الخير أيمن وأهلا وسهلا فيك دائما على سكاي نيوز عربية يعني أنا اليوم أود أن أبدأ بفضح الزميل هاني وذلك لأغراض السؤال يعني هاني كان يقول لي منذ أيام أنه أمضى سبع ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي أو على الهاتف بحسب بيانات الهاتف نتحدث الآن عن عشر دقائق إلى أي مدى هذا الرقم اليوم منطقي هاني ملو لحاولو كمان أنا بعتبر أنا كمان في أيام بكون عندي هيك بغرأ على كذا ساعة أنا صرنا حلقا يا أيمن تشكي به الموضوع بس هو في كتين مننا نحنا هيك هي يعني نحن الوقت المنقضي على 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 مواقع التواصل وكمان عم يحكوا على كيف تأثيره نفسي علينا يعني كعاتم يقولون يعني من راقب الناس مات أهما وهذا كان كمثل كان عم نحكي فيه على يعني شخص شخصين بالحارة بالمنطقة عنا اثنين ثلاثة من قريبين من إخواتنا كان كعدد قليل وكان يعني فيها الهم الكبير لما من رائب الناس كيف إذا نحنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعنا كذا ألف شخص نحنا منتبعهم وهلكذا ألف شخص عم نجمعهم بحياتنا يعني عم نجمعهم من ناس كنوا معنا بالمدرسة كنوا معنا بالشغل القديم فكل أخبارهم عم تكون معنا نحنا وبس نفتح نحنا هنشوفهم على إنستغرام أو فيسبوك أو سنابشات وغيره عم نشوف أخبارهم والأخبار اللي عم يفرجوها كل ما نحن نعملها حتى أنا يعني نفرجها كأخبار المنيحة يعني مثلا إذا الواحد راح فرصة أو ترقب الشغل تحسن بالشغل أو بلاده عم يعملوا مناح هؤل السور اللي نشوفهم بس عادة مثلا زواحد مننا بالشغل غلط وصير عندهم مشكلة مع مديره ما حيحط على إنستغرام لأن والله أنا غلطت ومديري اليوم سماعني كلمتين لا بيقول أنا أنه رأوني بعد شوية يعني بيخبر يعني بخبر الخبريات المنيحة أو حتى أولادنا اللي عزبونا ما كتير منحط منحط لما عم نصورهم ونطلعين الناح ونضعف المدرسة وهكي يعني فالبسير هو نحنا بس عم نرائب نحنا يعني 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 عشرة دقايق أو سبع ساعات تبع هاني عم نشوف نحنا الصورة اللي نضيفة من الناس اللي هي النجاح إذا بس نفتح نشوف والحمد لله كل شيء منيح عند الناس ما عاد عندي أنا فهيتي هون بتتأثر شوين حتى لاشو عيريان بتتأثر ونشوف شو نفكر أنه كل الناس ضاهرة كل الناس شغلها منيح كل الناس أولادهم منيح مش عم يعزبون ومجوازين مبسوطين يعني كل هالصورة اللي عم موجودة على الإعلام الاجتماعي هي صورة نقية من نحنا شوف فمنشان هيك هيدا عم بتأثر على نحنا قديش نرتاح نفسيا أن نراخب هالمواقع نعم يعني أيما اليوم صرنا متفقين أنه الاستخدام المفرد للهواتف مواقع التواصل الاجتماعي وكل الاستخدام للهاتف بشكل عام يسبب التوتر والاكتئاب والمشاكل ولكن من نفس الوقت بيجيك طبيب نفسي بيقلك عليك تحميل تطبيق معين سيساعدك على تحسين المزاج بالتالي سأقوم باستخدام الهاتف لأستخدم هذا التطبيق والله يجنينا الهاتف كمان لأنه هو الهاتف هو كل شيء يعني نحن كل شيء بالنسبة لنا يعني إذا بترائب حالك هاني يعني على فوق التسعيم المئة من الوقت يعني فيك إذا بتبند إيدك تليفون حدك حتى نحن نايمين بيكون نحن نحن نحطينه بالشحن حد التخت يعني بحيالها لحظة من اللحظات يعني فوق التسعيم المئة من وقتنا نايمين أو فيقين يعني فينا نوصلوا لتليفوننا هيدا في حال نحن بدنا نشوف غير إذا الرسائل التي تجينا يعني من جهة الواتساب أو من جهة الصور أو من جهة التعليقات والإعجاب على صفحاتنا فهيدي كمان بتكون نحن بحديث تاني قدش بكون نحن شايفين يكون حدنا يعني قاعدين عم نحكي نحن 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 بيرن تليفونه بيرن تليفونه بيتركنا صار صورته ووجه على التليفون عم يتفرج على التليفون برجع برجع للحديث فهيدي كمان نحن قدم نعطي انتباه للناس اللي نحن بوجنا أكثر للناس اللي بعاد عننا يلي مش حنا نتواصل معه نحن بيوم هاللحظة يعني أو ربما أيمن يعني أحيانا يعني لكترة الهوس بالهاتف يعني تكون تتحدث على الهاتف وتبحث عن هاتفك في الوقت نفسه أيمن هنا أود أن أتحدث عن نقطة الشباب يعني نعرف أن فئة الشباب هي الأكثر استخداما لمواقع التواصل الاجتماعي والمنصات المتعددة يعني ما هو الحل إذا ما أردنا أن نقول أن هناك حل ما هو الحل لهؤلاء الشباب من أجل التخفيف من هذا الأدمان يعني على أمل الوصول إلى العشر دقائق التي تحدثنا عنها الحل اليوم ما في حل واضح وسهل في بواد الحل يعني مثلا شركة أبل بآخر تحديثات حملتها عم تعمل نوع من توعية قديش نحن نعطي وقت على تليفون من شانك قدر هاني يعرف أنه سبع ساعات يعني قبل هلأ ما كان ينتبه وكان يعرف أنه كتير بس ما كان يعرف أنه عشر دقائق عشرين ديئة أو سبع ساعات عامل مشلى أكبر من هيك أنا شعرت بالفخر أني استخدامت التليفون سبع ساعات نوع من التوعية لتنعمل يعني ربورتاج بيقول غير هيك يعني عشر دقائق فعلا يعني دايما دايما الأطباء أو ربما الباحثين بيقترحوا اقتراحات مثل عشر دقائق ولكن اليوم عشر دقائق هي بنفسها ستسبب اكتئاب لأنه فعلا يعني وقت جدا قليل اليوم نحن مندفع فواتيرنا على التليفون نستخدم الهاتف حتى للجيباس لمساعدتنا على كل شيء يعني ربما فعلا نريد ساعات أكثر لاستخدامه لأنه فعلا يساعدنا بحياتنا اليومية صحيح نحية الإيجابية ربما لا وهي صعبة كتير صعبة كتير هان يونانسي مثلا أعطيكم مثلا أنا عمشان مع أولادي المدرسة عم يعني كنتوعية أنه لازم لأولاد يقدوا وقت أكتر شيء بالنهار كله نص ثلاثين دقيقة عم نحكي كتليفزيون وآيباد وتليفون نص ساعة بس وانا لما اطلعت صرت رائب قدين نحن منخليهم كان برياحة ثلاث ساعات وكنا نهلة كتير يعني كتير تعبنا لزغرنا هذي هالوقت وبعد صعب وهو الولاد صغار يعني مش تليفون بعض الخاص وهيكي كيف على كبر بيكون بعض أصحب فننسي جوابا نرجع لسؤالك هو صعب كتير هلأ يعني ولقدام حتتحسن أكتر بتصير لأنه نحن منصير منعطي عنا توعية أكتر سين منعطي وقت أكتر لمواضيع معينة أكتر من المواضيع تاني بالتليفون بس هلأ بواد الحل واضحة منا كتير ما كتير عنكم موجودة مثلا أنا عسعيد نفسي عم جرب كتير اشتغل على كم شغلي مثلا لما أكون مع الولاد بحاول التليفون يكون سايلنت ومن دون الانترنت بس للفترة الأصير اللي أنا معهم حتى أقدر بس مش دائما بقدر أعملها بس يعني هذي يكون بوادر واحد عنده وعي عم بيحاول بطريقة معينة يجرب يعمل شيء فبتصور كحل حيكون كل واحد مننا حسن يختار أوقات معينة يلي بيفصل مننا لا يركز على كم موضوع بس هو الحالة الأساسية هتكون كلنا متصلين بالتليفون والانترنت والمواقع فعلا أيمن حيكون صعب أنك تطفي تليفونك يمكن سكاين نيوز تصل فيك تطلع ضيف معنا الخبير في تقنية المعلومات أيمن عيتاني كنت معنا من بلوت شكرا جزيلا لك والآن مجددا إلى استوديو الأخبار والموجز مع فتاة